موسيقى تقرير لنيويورب تايمز يكشف اتهامة طهران لإسرائيل بتسميم عالمين نوويين إيرانيين بعد أياما على استهداف مطار دمشق الدولي وصولوا شحنة صواريخ لميليشيات إيران في الميادين بريف ديرزول موسيقى فشلوا مفاوضات الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل والأخير يؤكدوا أن اضراب الخميس قائم موسيقى رجحت مصادر إيرانيين تكون إسرائيل سممت العالمين الإيرانيين أيوب الانتصاري وكامران أغملائي ما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة قادت إلى وفاتهما ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين رفضوا الكشف عن هويتهم أن العالمين كان يتمتعان بصحة جيدة قبل أن يمرضا فجأة في أواخر ما يلفائت وأوضحت المصادر أن مرض العالمين تطور بشكل سريع قبل أن يتم إدخال كل منهما إلى وحدة العناية المركزة حيث مات بفارق أيام عن بعضهما البعض وظهرت على انتصار أعراض التسمم بعد تناوله العشاء عند شخص كانت تبحث عنه السلطات الإيرانية واختفى عقب انتهاء العشاء في حين أن عوارد التسمم ظهرت على العالم الآخر بعد عودته من رحلة عمل في مدينة تبريز في الشمال يذكر أن أغملاء كان يعمل في منشأة نطنزل نووية أما الانتصاري فكان مهندس طيران يعمل في مركز أبحاث عسكري اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيدا المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للتاقة الذرية وضف بلينكين أن سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير على حد وصفه كما لفتا إلى أن إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول شحنة صواريخ أرض أرض إلى الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة بمنطقة المزارع ببادية الميادين غرب الفرات قادمة من العراق عبر معبر غير شرعي وبحسب مصادر المرصد السوري فأن الصواريخ مكتوب عليها فجر خمسة دخلت من العراق ضمن شاحنات مخصصة لنقل الخضار خزنت بمستودعات تحت الأرض بمنطقة المزارع في بادية الميادين سلسلة هجمات صاروخية وعبر مسيرات مفاخخة قامت بها إيران مؤخرا مستهدفة أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق زاعمة أنها استهدفت مواقع إسرائيلية فيما لم تثبت التحقيقات تلك المزاعم هذا المنزل المدمر بالكامل هو لرجل أعمال عراقي يعمل في مجال النفط والطاقة دمرته إيران باثني عشر صاروخ أرض أرض في مارس الماضي وقالت إن الحرس الثوري استهدف موقعا إسرائيليا فيما لم تثبت التحقيقات إدعاءات طهران التحقيقات التي شكلتها بغداد وأربيل خلصت إلى أن الموقع المستهدف هذا هو منزل يعود لرجل الأعمال الشيخ بازل برزنشي الذي نجى وعائلته بعجوبة من هذا القصف حكومة العراقية شكلت لجنة عالية المستوى وجاءت وأجرت تحقيقا ميدانيا وتوصلت إلى النتيجة بأنه لا أساس لهذا الانتهام ثم هناك قنصلية إيرانية قبل أن يتم ضرب أربيل بالصواريخ أن تقدم شكوى إذا كان ذلك صحيحا ماذا تفعل القنصلية هنا وتعيش بأمان إذا كان هناك تواجد إسرائيلي وليس بعيدا عن المكان المستهدف بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عاني الطهران قبل أيام واستهدفت أربيل بطائرة مسيرة مفخخة أصابت ثلاثة مدنيين بجروح مدعية مرة جديدة أنها قتلت ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية كانت طهران أعلنت في وقت سابق عن وفاته مقتولا لكن الثابت أن مشافي أربيل استقبلت ثلاثة جرحى مدنيين من سكان أربيل ادعاءات طهران دفعت أربيل إلى مطالبتها بزيارة المواقع التي استهدفتها لتقديم أدلة على مزاعمها إلا أن إيران سوفت تلك المطالبة ولم تقدم أي دليل لأربيل فيما قال مراقبون إن هدف الهجمات هو أكبر من ادعاءات طهران كون إدارة إقليم كردستان العراق تمضي بسياساتها الداخلية بما لا تشتهي سفن إيران أحمد الحمداني الحدث أربيل وفي العراق بحث رؤساء مجلس القضاء والوزراء والجمهورية التطورات السياسية الأخيرة بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان وكد الرؤساء الثلاث على ضرورة دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف في سبيل معالجة الأزمة السياسية الحالية لضمان وحدة الشارع العراقي ومن جانبه قال الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران إنه يعمل على معالجة الأزمة السياسية من خلال الحوارات مع باقي القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية كشف البيت الأبيض عن وجود تحضيرات ومناقشات تشمل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وقال بأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي ستشمل سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك أعلنت الأمم المتحدة إزالة كافة العوائق السياسية والأمنية واللوجستية أمام عمليات البدء في نقل النفط من الناقلة صافر الراسية قبل تسواح الحديدة وأنه لم يبقى سوى الموارد إذ أن الأمم المتحدة استطاعت حجد نحو 60 مليون دولار حتى الآن للمرحلة الطائر الطارئة لإنقاذ الناقلة صافر فيما توجد فجوة قد أرهها 20 مليون دولار وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي إنه عند الحصول على التمويل يحتاجون تسعة أسابيع من بدء العملية لنقل النفط إلى باخرة جديدة فيما استبعد جريسلي البدء في العملية قبل اكتمال التمويل المطلوب دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأطراف الليبية إلى تسوية سلمية للأزمة وردنا على سؤال مراسلة الحدث أكد أن بلاده تسعى لعدم حدوث أي تصعيد عسكري في ليبيا في حال لم يتوصل الليبيون إلى حل من خلال محادثات المسار الدستوري التي تجري في القاهرة إحنا في حد قدنا بنحاول نحافظ عليه بالنسبة للمدى إن الأمور ما تتطورش وتتصعد يعني إن ما كنش نقدر نحل المسألة من خلال محادثات خمسة زائد خمسة وتشجيع الأشقاء في ليبيا على المهمة يتفهموا إن مصلحة ليبيا أكبر كتير من أي مصلحة تانية يبقى على أقل ما يحصلش تصعيد من الأمور تنزلت لمواجهة مصلحة ونرجع للأوضاع اللي كانت مرضة في 2019 وعشين الحمد لله حتى الآن إحنا مسيطرين على هذا مش مسيطرين يعني من خلال بهدنة مع الأشقاء ومع المهتمين بالماد في ده إن ليبيا على الحد الآن لها إنها تبقى فيه هدنة ما فيش اقتتال داخلي لأن ده أخطر حالة علينا بحثت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة عددا من النقاط الشيكة والخلافية التي لم يتم التوافق عليها وتمحور النقاش حول نظام الحكم في الدولة سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وكانت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أكدت أن هذه النقاشات التي تستمر حتى التاسع عشر من يونيو تعد الفرصة الأخيرة لتحديد المسار الدستوري التمثيل العادل وزيادة المقاعد المخصصة لهم في السلطة التشريعية القادمة وضمان دسترة لغتهم وحماية هويتهم هي أبرز مطالب الأمازيغ بالإضافة إلى التبع والطوارق على قليات العرقية الليبية المنتشرين في كل ليبيا بداية من الجنوب الشرقي وحتى أقصى الغرب الليبي نكون لدينا تمثيل عادل تمثيل عادل المقاعد وعلى أننا لدينا خصوصية خاصة يجب يكون لها تمثيل باش يكون في البرلمان وفي القبة يكون له دور حقيقي أما بالنسبة لمادة 30 اللي هي التوافق هذه يجب أن تكون بالتوافق اللي تكلمنا عليهم اللي هو اسم الدولة ولغة الدولة وهوية الدولة هذا يجب أن يكونوا بالتوافق هذا الشروط نحن انقسام بعض أعضاء السلطة التشريعية بين مؤيد ومعارض لهذه المطالب هو العقبة الأكبر لتحقيق رغباتهم ممثلين منطقة الشرقية ما كانش عندهم أي مشكلة مع حقوق المكونات الأخرى بالعكس يعني كانوا مساندين لكن لما نجو نحكوا مثلاً نحن كمازيغشو ركائنا في المنطقة الغربية دي ما عندهم مشكلة في الموضوع دي ما هم اللي يعترضوا دي ما يشوفوا وكاننا ما نفهمناش مشكلتهم الحقيقية لاش هم يفكروا هكي الأقليات العرقية قاطعت فيما سبق لجنة سياقة الدستور وامتنع بعضهم عن المشاركة في انتخابات البرلمان ولكن هذه الخطوات لم تأتي أكلها بحسب ما يرى البعض المزيغو والتبو والطوارق المنتشرون من واحة الكفر شرقاً وحتى زوار غرباً يعملون أن تتضمن نتائج اجتماع القاهرة قوانين ومواد دستورية تضمن مطالبهم منير الأشهب طرابولوس الحدث جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بشراكة قوية مع الشعب السوداني دعماً لتطلعاته نحو الديمقراطية والسلام وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية موري في التي اختتمت زيارتها إلى السودان التقت طيفاً واسعاً من الفاعلين وأنها ضغطت على المكون العسكري لتنفيذ إجراءات بناء الثقة وطلبت من العسكريين التنازل عن السلطة لحكومة مدنية وأنه لن يتم استعناف المساعدات الأمريكية حتى يتم استعادة الانتقال الديمقراطي بعد اجتماع استمر لساعات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل قالت المنظمة النقبية أن الإضراب العام المقرر الخميسة المقبل قائم والاتفاق حول المطالب وفشلت الجلسة التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل في التوصل لاتفاق وقال الاتحاد لم يتم أي اتفاق إلا بتسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدوويين إلى الجولات المقبلة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة السادسة صباحاً الستين حارقاً في مختلف جهات البلاد السؤال الأول يكون إذا ما كانت مفتعلة أولاً هل في أي إضاحات من جانب الدولة حولها؟ تربما يقول تحذيراً لما يمكن أن تقدم عليه حالك تناثة الأيام القادمة الرئيس قيس السعيد قال لحوار مع من خرب البلاد إشارة إلى من على وجه التحديد التزام الرئيس بتنظيم الاستفتاء الوطني يتأتى ضمن خريطة طريق ترجاع المصار الثوري لأبناء الشعب الدولسي بعض الأصوات عالت مجدداً وتطالب بالمحاسبة والمستجابة لأداف الثورة هل بنسبة إليك؟ واضحة عنوين ومعالم هذا الحوار الذي يدعو إليه الرئيس قيس السعيد أم كما يصف البعض أنها غامضة؟ هناك من يريد أن يجعلها سياسة الأرض المحروفة في تونس إذن ستكون ملامح الدستور الجديد الآن هل يواكب حجم ما حدث في تونس من تغييرات؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل الوقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناسة في قرارات قادة وفي مصائر دول لأنه لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه تقرير لنيويورك تايمز يكشف اتهم طهران لإسرائيل بتسميم عالمين نوويين إيرانيين رؤساء الجمهورية والوزراء والقضاء في العراق يدعون القوى السياسية إلى وحدة الصف بمعالجة الأزمة السياسية فشل مفاوضات الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل والأخير يؤكد أن أضراب الخميس قائم رجحت مصادر إيرانية أن تكون إسرائيل سممت العالمين الإيرانيين أيوب الانتصاري وكامران أغملائي ما أدى إلى إصاباتهما بأمراض غامدة قادت إلى وفاتهما ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين رفضوا الكشف عن هويتهم أن العالمين كانوا يتمتعان بصحة جيدة قبل أن يمرضوا فجأة في أواخر ما يلفاءت ووضحت المصادر أن مرض العالمين تطور بشكل سريع قبل أن يتم إدخال كل منهما إلى وحدة العناية المركزة حيث مات بفارق أيام عند عضلهما البعض وظهرت على انتصار أعراض التسمم بعد تناوله العشاء عند شخص كانت تبحث عنه السلطات الإيرانية واختفى عقب انتهاء العشاء في حين أن عوارد التسمم ظهرت على العالم الآخر بعد عودته من رحلة عمل في مدينة تبريز في الشمال يذكر أن أغملائي كان يعمل في منشأة ناطانز النووية أما الانتصاري فكان مهندس طيران يعمل في مركز أبحاث عسكري اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيد المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للتاقة الذرية واضف بلينكين أن السلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير على حد وصفه كما لفتا إلى أن إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضية قدما في الاتفاق النووي قرر القضاء الأرجنتيني تمديد حجز جوازات سفر خمسة إيرانيين من أفراد طاقم طائرة شحن فنزولية محتجزة منذ أسبوع في الأرجنتين لمدة 72 ساعة حيث تحققت الأرجنتين من احتمال ارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وأوضح وزير الأمن الأرجنتيني أن عمليات التدقيق الأولي أثبتت أن عدد أفراد الطاقم لم يكن مطابقا للمصرح به مما أدى إلى فتح تحقيق لا يزال جريا والطائرة ممنوعة من التحليق وهي رابضة في مطار في بونيسايرس منذ السادس من يونيو أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول شحنة صواريخ أرض أرض إلى الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة بمنطقة المزارع ببادية الميادين غرب الفرات قادمة من العراق عبر معبر غير شرعي وبحسب مصادر المرصد السوري فأن الصواريخ مكتوب عليها فجر خمسة دخلت من العراق ضمن شاحنات مخصصة لنقل الخضار خزنت بمستودعات تحت الأرض بمنطقة المزارع في بادية الميادين سلسلة هجمات صاروخية وعبر مسيرات مفخخة قامت بها إيران مؤخرا مستهدفة أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق زاعمت أنها استهدفت مواقع إسرائيلية فيما لم تثبت التحقيقات تلك المزاعم هذا المنزل المدمر بالكامل هو لرجل أعمال عراقي يعمل في مجال النفط والطاقة دمرته إيران باثني عشر صاروخ أرض أرض في مارس الماضي وقالت إن الحرس الثوري استهدف موقعا إسرائيليا فيما لم تثبت التحقيقات ادعاءات طهران التحقيقات التي شكلتها بغداد وأربيل خلصت إلى أن الموقع المستهدف هذا هو منزل يعود لرجل الأعمال الشيخ بازل برزنشي الذي نجى وعائلته بعجوبة من هذا القصف حكومة العراقية شكلت لجنة عالية المستوى وجاءت وأجرت تحقيقا ميدانيا وتوصلت إلى نتيجة بأنه لا أساس لهذا الانتهام ثم هناك قنصلية إيرانية قبل أن يتم ضرب أربيل بالصواريخ أن تقدم شكوى إذا كان ذلك صحيحا ماذا تفعل القنصلية هنا وتعيش بأمان إذا كان هناك تواجد إسرائيلي وليس بعيدا عن المكان المستهدف بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عانت طهران قبل أيام واستهدفت أربيل بطائرة مسيرة مفخخة أصابت ثلاثة مدنيين بجروح مدعية مرة جديدة أنها قتلت ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية كانت طهران أعلنت في وقت سابق عن وفاته مقتولا لكن الثابت أن مشافي أربيل استقبلت ثلاثة جرحى مدنيين من سكان أربيل ادعاءات طهران دفعت أربيل إلى مطالبتها بزيارة المواقع التي استهدفتها لتقديم أدلة على مزاعمها إلا أن إيران سوفت تلك المطالبة ولم تقدم أي دليل لأربيل فيما قال مراقبون إن هدف الهجمات هو أكبر من ادعاءات طهران كون إدارة إقليم كردستان العراق تمضي بسياساتها الداخلية بما لا تشتهي سفن إيران أحمد الحمداني الحدث أربيل وفي العراق بحث رؤساء مجلس القضاء والجزراء والجمهورية التطورات السياسية الأخيرة بعد استقالة نواب التيار السدري في من البرلمان وأكد الرؤساء الثلاثة على ضرورة دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف في سبيل معالجة الأزمة السياسية الحالية لضمان وحدة الشارع العراقي ومن جانبه قال الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران أنه يعمل على معالجة الأزمة السياسية من خلال الحوارات مع باقي القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية حالة من الغموض وغياب الرؤية تعيشها العملية السياسية في العراق بعد استقالة نواب التيار السدري من البرلمان في قرار مفاجئ اتخذه الصدر في وقت بدأ الإطار التنسيقي إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات تلك الخطوة والخروج بموقف واضح تجاه قرار الصدر وتداعياته الإطار التنسيقي سيقوم بعدة اجتماعات لتنضيج الرؤية والقرار السياسي وبالتأكيد سوف يبحث عن تواصل مع الكتلة الصدرية لعدول يعني محاولة الضغط عليها للعدول عن هذا القرار لكن في نهاية المطاف عليها أن يتحمل المسؤولية في ظل الساحة السياسية اليوم ساحة سياسية فيها فراغ كبير وأعتقد أنه ما سيلقي الضلال على هذه الفترة الحرجة التي هي تقريبا شهر كامل هي من هم البدلاء لنواب الكتلة الصدرية رسميا الكتلة الصدرية باتت خارج البرلمان على أن يحل محلهم نواب آخرون من كتل منافسة شيعية كما أكد رئيس البرلمان ما يعني أننا أمام عدة سيناريوهات منها أي شكل الإطار التنسيقي وجزء من المستقلين مع القوى الكردية والسنية مجتمعة حكومة توافقية وإما أن تشهد المرحلة المقبلة انسحابات واستقالات جديدة من البرلمان تؤدي إلى سقوطه وهذا مستبعد في القريب العاجل يذهب الإطار التنسيقي لتقديم استقالته والتحق بالكتلة الأكبر أيضا يشكل الكتلة الأكبر السيناريو الآخر هو أن يذهب الإطار باتجاه تشكيل الحكومة بالاتفاق مع بعض الكتلة الأخرى لكي يبلغ مرحلة تشكيل الأصوات التي تسمح لهم وبهذا سيكون بمواجهة شارع معارض يحبه سماحة السيد القاد مقتدى الصدر هو هذا من السيناريوهات المتوقعة أن خطوة التيار بالتحول إلى معسكر المعارضة الشعبية وبرصيد جماهيري هائل ستحول دون تمكن الإطار التنسيقي من المضي بتشكيل الحكومة مطلقا تحت ضغط جمهور الصدر في الشارع تباينت الآراء هنا إزاء تلك الخطوة وتداعياتها على العملية السياسية وفيما إذا كانت ستصب في صالح استقرار الوضع السياسي أم أنها ستعمق الأزمات التي يعيشها العراق ما يضفي مزيدا من القلق الشعبي والسياسي حول ما ستقول إليه الأمور خلال المرحلة المقبلة من بغداد منتظر رشيد الحدث كشف البيط الأبيض عن وجود تحضيرات ومناقشات تشمل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وقال بأن زيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي ستشمل سبول تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج وبحث سبول التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك أعلنت الأمم المتحدة إزالة كافة العوائق السياسية والأمنية واللوجستية أمام عمليات البدء في نقل النفط من ناقلة صافر الراسية قبلة سواحل الحديدة وأنه لم يبقى سوى الموارد إذ أن الأمم المتحدة استطاعت حجد نحو 60 مليون دولار حتى الآن للمرحلة الطارئة لإنقاذ الناقلة صافر فيما توجد فجوة قدرها 20 مليون دولار وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي إنه عند الحصول على التمويل يحتاجون تسعة أسابيع من بدء العملية لنقل النفط إلى باخرة جديدة فيما استبعد جريسلي البدء في العملية قبل اكتمال التمويل المطلوب تعال رئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأطراف الليبية إلى تسوية سلمية للأزمة وردا على سؤال مراسلات الحدث أن بلاده تسعى لعدم حدوث أي تصعيد عسكري في ليبيا في حال لم يتوصل الليبيون إلى حل من خلال محادثات المسار الدستورية التي تجري في القاهرة إحنا في حد قدنا بنحاول نحافظ عليه بالنسبة لأن الأمور ما تتطورش وتتصعد يعني إن ما كنش نقدر نحل المسألة من خلال المسار الدستوري والمحادثات 5 زائد 5 وتشجيع الأشقاء في ليبيا على المهمة يتفهموا إن مصلحة ليبيا أكبر كتير من أي مصلحة تانية يبقى على أقل ما يحصدش تصعيد من الأمور تنزلك لمواجهة مصلحة ونرجع للأوضاع التي كانت مهدفة فيه فيه ١١١٨ الحمد لله حتى الآن إحنا مسيطرين على هذا مش مسيطرين يعني لأ من خلال بهدنة مع الأشقاء ومع المهتمين بالمافذة إن ليبيا على الحد الآن لها إنها تبقى فيه هدنة ما فيش اقتتال داخلي لأن ده أخطر حالي علينا بحثت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة عددا من النقاط الشائكة والخلافية التي لم يتم التوافق عليها وتمحور النقاش حول نظام الحكم في الدولة سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وكانت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أكدت أن هذه النقاشات التي تستمر حتى التاسع عشر من يونيو تعد الفرصة الأخيرة لتحديد المسار الدستوري التمثيل العادل وزيادة المقاعد المخصصة لهم في السلطة التشريعية القادمة وضمان دسترة لغتهم وحماية هويتهم هي أبرز مطالب الأمازيغ بالإضافة إلى التبوي والطوارق على قليات العرقية الليبية المنتشرين في كل ليبيا بداية من الجنوب الشرقي وحتى أقصى الغرب الليبي نكون عندنا تمثيل عادل تمثيل عادل المقاعد وعلى أننا خصوصية خاصة يجب يكون لها تمثيل بشيكون في البرلمان وفي القبة يكون له دور حقيقي أما بالنسبة لمادة 30 اللي هي التوافق هذه يجب أن تكون بالتوافق اللي تكلمنا عليهم اللي هو اسم الدولة ولغة الدولة وهوية الدولة هذا يجب أن يكونوا بالتوافق هذا الشروط نحن انقصام بعض أعضاء السلطة التشريعية بين مؤيد ومعارض لهذه المطالب هو العقبة الأكبر لتحقيق رغباتهم ممثلين منطقة الشرقية ما كانش عندهم أي مشكلة مع حقوق المكونات الأخرى بالعكس يعني كانوا مساندين لكن لما نجو نحكوا مثلا نحن كمازيغ شركاءنا في المنطقة الغربية ديما عندهم مشكلة في الموضوع ما أهواء ديما هم اللي يعترضوا ديما يشوفوا وكاننا ما نفهمناش شن مشكلتهم الحقيقية لاش هم يفكروا هكي الأقليات العرقية قاطعت فيما سبق لجنة سياقة الدستور وامتنع بعضهم عن المشاركة في انتقابات البرلمان ولكن هذه الخطوات لم تأتي أكلها بحسب ما يرى البعض المزيغ والتب والطوارق المنتشرون من واحة الكفرة شرقا وحتى زوار غربا يأملون أن تتضمن نتائج اجتماع القاهرة حوانين ومواد دستورية تضمن مطالبهم منير الأشهب طرابولوس الحدث جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بشراكة قوية مع الشعب السوداني دعما لتطلعاته نحو الديمقراطية والسلام وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الأفريقية موري فيي التي اختتمت زيارتها إلى السودان التقت طايفا واسعا من الفعالين وأنها ضغطت على المكون العسكري لتنفيذ إجراءات بناء الثقاء وطلبت من العسكريين التنازل عن السلطة لحكومة مدنية وأنه لن يتم استئنف المساعدات الأمريكية حتى يتم استعادة الانتقال الديمقراطي بعد اجتماعا استمر الإسعاد بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل قالت المنظمة النقابيان للإضراب العام المقرر الخميسة المقبل قائم والاتفاق حول المطالب وفشلت الجلسة التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل في التوصل لاتفاق وقال الاتحاد لم يتم اتفاق إلا بتسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدوويين إلى الجولات المقبلة ترجمة نانسي قنقر قبل لقائه اليوم مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة غرّد الوسيط الأمريكي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وأسرائيل أموس هوكشتاين عبر حسابه على تويتر صباح الخير بيروت منظر رائع للاستيقاظ من مقر السفارة الأمريكية مرفقا تغريدته بصورة تظهر بيروت ومرفأها هذا وفيما تتداع القطاعات الأساسية في لبنان واحدا تلو الآخر بات وباء اليرقان أي التهاب الكبد الفيروسي ينتشر في شمال لبنان 174 حالة حتى الساعة سجلت بحسب وزارة الصحة في وقت ينعدم اللقاح بلبنان كان من المتوقع أن يؤدي الفقر والفساد البيئي إلى أمراض وأوبئة وهذا ما حصل في طرابلس شمال لبنان التي سجلت حتى لحظة إعداد التقرير 174 إصابة بوباء اليرقان أي التهاب الكبد الفيروسي هذا الفيروس ينتقل عبر المياه الملوسة إن كانت المياه التي نستعملها للشرب أو المياه التي نستعملها لغسيل الإيدين أو المياه التي نستعملها بالبيت للاستحمام أو أيضا المياه التي نستعملها لريء الخضار أعوارض هذا الوباء تختلف بين شخص وآخر بحسب مناعة الجسم فيها تكون من توقف الشهية من الضعف من الإرهاك من اللون الأصفر يعني بالوجه أو بالعيون من التعب أو الحرارة أو جعب البطن فيه شكل عوارض لهذا الفيروس مع تسجيل أول حالة بوباء اليرقان توجه فريق من وزارة الصحة والترصد الوبائي واليونسف إلى طرابلس لتحليل المياه لكن تبين أنها غير ملوثة شفنا كيف عايشين كيف شربوا كيف الماء كلهم أجمعوا حتى بالمستشفى كلهم أجمعوا أنه كان فيه ريحة مع طعمه بالماء مياه الشرب أصدر مياه الشرب والغسيل اللي كانوا عم يستعملوها هلأ فترة الحضانة لهذا الفيروس بنعرفه من سبعة أيام ممكن توصل لخمسين يوم خطورة هذا الوباء في سرعة انتشاره وفي حالات استثنائية لدى كبار السن ومن يعانون أمراضا مزمنة قد تؤدي إلى قصور في عمل الكبد ما عندي ولا حدا بالمستشفى كلهم بالبيوت كلهم راحوا على المستشفى ومراكز زراعية الصحية الأولية اديوا واخذوا ادويتهم مع مصر مع كل شي وراحوا على البيوت هلأ الهم الأساسي نحن عنا الأربع وزارات وزارة الطاقة وزارة الزراعة وزارة الأشغال ووزارة البلديات ووزارة الداخلية والبلديات يجتمعون كلنا سوا لنقدر نعرف التسرب منين وكما بالنسبة لكورونا فالوقاية من هذا الوباء أولا بالنظافة وعدم مخالطة المصابين مع ضرورة الكشف المبكر عنه وبما أن اللقاح لهذا الوباء لم يكن يوما إجباريا فهو غير متوفر في لبنان وعليه سيطلب وزير السحة استيراده بأسرع وقت ممكن لمنع تفشيه ناهد يوسف الحدث بيروت في أوكرانيا حيث يحتدم القتال شرقا اعترفت القوات الأوكرانية بانسحابها من وسط سيفيرو دونتسك أمام تقدم روسيا وبسط سيطرتها شيئا فشيئا في دونباس معارك الطاحنة تدور بين الروس والأوكران على المدينة الاستراتيجية في الشرق ويسعى الروس للسيطرة على سيفيرو دونتسك ليكون الطريق معبدا لموسكو نحو مدينة كراماتورسك المهمة في دونباس قال الرئيس الأوكراني فولودو ميرزلينسك أن الكلفة البشرية لمعركة السيطرة على سيفيرو دونتسك مروعة واعتبر في كلمته اليومية للشعب الأوكراني عبر تليجرام أن الكلفة البشرية لهذه المعركة مرتفعة للغاية بالنسبة إلينا مشيرا إلى أن التاريخ العسكري سوف يذكر بدون شك معركة دونباس بعتدبارها واحدة من أعنف المعارك كشف مربو خيول في سوريا عن فقدان قرابة خمسة عشر ألف فرس بسبب تداعيات الحرب السورية وقال مربي خيول أن المقاتلين استخدموا الخيول العربية الأصيلة في نقل الأسلحة في حلب وقرب تركيا قائلا أن المقاتلين أيضا ذبحوا الخيول وأكلوها في بعض الحالات مربي خيول العربية ترجمة نانسي مناسييني في حلب والمعاركة في العربية ترجمة نانسي من المقاتلين سوف أكبر 注عها الطم hac سبب انتظر جانب انتظر مزال التوصل إلى اتفاق إطار عمل بشأن حيازة الأسلحة بين 20 عضوا من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي ردود فعلا مختلفة في الولايات المتحدة ففيما يرى البعض أنه أقل مما هو مطلوب أعتبره آخرون خطوة في الاتجاه الصحيح التوصل إلى اتفاق إطار عمل تشريعي بين الحزبين في مجلس الشيوخ الأمريكي حول شراء الأسلحة خطوة في طريق طويل للحد من العنف المسلح فرغم وصف الرئيس جو بايدن الاتفاق بالأهم منذ عقود إلا أنه لا يرقى إلى مستوى الإصلاحات التي كان يطالب بها هو والديمقراطيون مثل رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية إلى 21 عاما وبدلا من ذلك تضمن الاتفاق اقتراحات هي كالآتي تحر أكثر صرامة عن خلفية المشتريين الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما منعو من يمتلك سجلا جنائيا من شراء السلاح التأكد من السلامة العقلية والنفسية لمشتر السلاح ملاحقة من يشترون الأسلحة بشكل غير قانوني زيادة ميزانية تعزيز الأمن في المدارس تحفيز الولايات على تعزيز تطبيق قانون الإشارة الحمراء لمنع المصنفين خطرين من حيازة الأسلحة منعو من أدين بالعنف المنزلي من امتلاك أسلحة حسنا هذا بالتأكيد ليس ما أراده الديمقراطيون لكن هذا ما يمكن أن يحصلوا عليه كانوا بحاجة إلى عشرة جمهوريين لذا أعطوا الجمهوريين ما يريدون ولطالما تحدث الجمهوريون عن مشكلة الصحة العقلية ومشكلة تأمين المدارس ومن خلال هذين الشرطين تمكنوا من الحصول على دعم الجمهوريين العشرة الذين يحتاجونهم نص المشروع النهائي لم يكتب بعد بسبب الاختلاف في قوانين الولايات خاصة المتعلقة بالخصوصية والتاريخ الطبي للمرضى وحق الوصول إلى معلوماتهم ما أعتبره من العوائق الأساسية أمام إقرار التشريع أن لديهم اتفاقا مبدئيا ويحتاجون التوصل إلى التفاصيل الحقيقية حول إنفاق الأموال وعندما تدخل القواعد حيث التنفيذ سيكون مجرد مشروع قانون لمجلس الشيوخ وسيحتاجون راعيا في مجلس النواب وهناك قد يحاول ديمقراطيون تقدميون إدخال تعديلات ما يهدد الاحتفاظ بدعم أعضاء مجلس الشيوخ العشر الاتفاق يختلف عن حزمة تدابير الأسلحة التي مررها مجلس النواب الأسبوع الماضي والتي تحضر بيع الأسلحة نصف الآلية للأشخاص دون سن الواحد وعشرين عاما ومخازن الدخيرة ذات الساعة الكبيرة وتلقى معارضة قوية في مجلس الشيوخ اتفاق إطار العمل بين الحزبين لديه فرصة أكبر ليمر في مجلس الشيوخ بسبب دعم عشرة أعضاء جمهوريين له ما يمكنه من تخطي عقبة إجراء التعطيل التي تتطلب ستين صوتاً حسين الطاود الحداث واشنطن سبعة مهاجرين غير شرعيين على الأقل سيكونون على متن طائرة الترحيل التي تغادر من بريطانيا إلى رواندا اليوم وزيرة الخارجية البريطانية لستراز قالت أن خطوات الترحيل هذه قانونية وأخلاقية جاء هذا في رد على انتقاد أسقف كانتربرير الترحيل القصري واعتباره غير أخلاقي رحلات الذل عبر البحار وفي الطرقات الوعرة لم تنتهي كما حلم هؤلاء المهاجرون فمحاكم بريطانيا بدت أقصى من أمواج البحار العاتية وها هي المحكمة البريطانية العليا ترفض طلب استئناف محامين يهدف إلى وقف إرسال عشرات طالبين لجوء إلى رواندا الضغط القضائي كان قد سبقه تسريب إعلامي بدى متعمداً لولي العهد الأمير تشارلز وصف فيه سياسات الحكومة البريطانية بالمروعة تجاه اللاجئين غير الشرعيين كل ذلك لم يسن الحكومة هذا لنؤكد على عزمنا على كسر التجارة التي تمارسها العصابات المجرمة والتي لا تخاطر بحياة الناس فقط وإنما تقلل من شأن الهجرة الشرعية عائلتي قد استفادت من الهجرة الشرعية والكثير من الأعمال تستفيد منها ونريد وقف الهجرة غير الشرعية وسنردع العصابات المجرمة التي تخاطر بحياة الناس وتسرقهم ناشطون نظم تظاهرات عدة من بينها هذه أمام المحكمة العليا تزامناً مع بحث القضاة طلب الاستئناف أشعر بالفزع من أنه يمكن إرسال أشخاص إلى بلد لا يعرفون أي شيء عنه وهذه الحكومة تعتقد أن ترحيلهم إلى هناك سيكون على ما يرام لدينا قائمة بمليون ومئتي ألف شخص ينتظرون الحصول على شقة من البلدية ولدينا تريلينات من الديون والحكومة تضع هؤلاء الأشخاص في فندق بتكلفة خمسة ملايين جنيه سترليني في اليوم والسكان الأصليون سيصبحون أقلية في هذا البلد لا أتمنى ذلك لأي بلد الأراء تباينت بين مؤيد ومعارض لسياسات ترحيل المهاجرين ما يجمع حوله كثيرون هو القسوة التي تتسم بها سياسات الترحيل ضد بشر حلموا بحياة أفضل وظنوا أنها في بريطانيا ليواجهوا بذل أسوأ مما عاشوا في بلدانهم من لندن رمى مكتب الحدث إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجاعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث تطورات حاليا وخاصة على الأرض في ترابلس كيف يمكن أن يأخذ خطوة للخلف وهو رئيس حكومة لابد من البحث عن حل ومخرج لهذه الأزمة قرار من من يعطي الميليشيات هذه الأوامر ولماذا هو متمسك بالسلطة حتى اللحظة يعني مجلس النواب لم يخلط الأوراق المشهد السياسي في ليبيا تحكمه سياسة التدخل الخارجي خوف الأكبر دكتور طارق وهو مسألة منزلاق إلى استراع المسلح المية وسبعة وتلاتين مادة متوافقة عليها من قبل الإشكالية الآن المواد الباقية لا طرف شرعي يعترف بالآخر كل يرى في نفسه بأنه طرف الشرعي في الداخل ليبيا سنضل في هذا القضام إلى أن تخرج علينا البحث الأممية والسيد السيداني موازين القوى في ليبيا تغيرت ومازال تتغير طريقة ثالث وهوائجات حكم ومصغرة جديدة تتجاوز الرجلين هل هذا مطبوح؟ تقرير لنيويورب تايمز يكشف اتهمة طهران لإسرائيل بتسميم عالمين نوويين إيرانيين بعد أيام على استهداف مطار دمشق الدولي وصولوا شحنة صواريخ لميليشيات إيران في الميادين بريف ديرزول فشل ومفاوضات الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل والأخير يؤكد أن إضراب الخميس قائم أهلا بكم رجحت مصادر إيرانيين تكون إسرائيل سممت العالمين الإيرانيين أيوب الانتصاري وكامران أغملائي ما أدى إلى إصابتهما بأمراض غامضة قادت إلى وفاتهما ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولين إيرانيين رفضوا الكشف عن هويتهم أن العالمين كان يتم التعاني بصحة جيدة قبل أن يمرضا فجأة في أواخر مايو الفائت وأوضحت المصادر أن مرض العالمين تطور بشكل سريع قبل أن يتم إدخال كل منهما إلى وحدة العناية المركزة حيث مات بفارق أيام عن بعضهما البعض وظهرت على انتصار أعراض التسمم بعد تناوله العشاء عند شخص كانت تبحث عنه السلطات الإيرانية واختفى عقب انتهاء العشاء في حين أن عوارض التسمم ظهرت على العالم الآخر بعد عودته من رحلة عمل في مدينة تبريز في الشمال يذكر أن أغملاء كان يعمل في منشأة ناطانز النووية أما الانتصار فكان مهندس طيران يعمل في مركز أبحاث عسكري اتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إيران بجعل العودة للاتفاق النووي أمرا بعيدا المنال بعد وقف كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للتاقة الذرية وضف بلينكين أن سلوكيات إيران حاليا لا تبشر بالخير على حد وصفه كما لفتا إلى أن إيران تواصل إقحام قضايا أخرى في المفاوضات وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت تريد المضي قدما في الاتفاق النووي أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول شحنة صواريخ أرض أرض إلى الميليشيات الموالية لإيران والمتمركزة بمنطقة المزارع ببادية الميادين غرب الفرات قادمة من العراق عبر معبر غير شرعي وبحسب مصادر المرصد السوري فأن الصواريخ مكتوب عليها فجر خمسة دخلت من العراق ضمن شاحنات مخصصة لنقل الخضار خزنت بمستودعة تحت الأرض بمنطقة المزارع في بادية الميادين سلسلة هجمات صاروخية وعبر مسيرات مفاخخة قامت بها إيران مؤخرا مستهدفة أربيل عاصمة أقليم كردستان العراق زاعمة أنها استهدفت مواقع إسرائيلية فيما لم تثبت التحقيقات تلك المزاعم هذا المنزل المدمر بالكامل هو لرجل أعمال عراقي يعمل في مجال النفط والطاقة دمرته إيران باثني عشر صاروخ أرض أرض في مارس الماضي وقالت إن الحرس الثوري استهدف موقعا إسرائيليا فيما لم تثبت التحقيقات إدعاءات طهران التحقيقات التي شكلتها بغداد وأربيل خلصت إلى أن الموقع المستهدف هذا هو منزل يعود لرجل الأعمال الشيخ بازل برزنشي الذي نجى وعائلته بعجوبة من هذا القصف حكومة العراقية شكلت لجنة عالية المستوى وجاءت وأجرت تحقيقا ميدانيا وتوصلت إلى النتيجة بأنه لا أساس لهذا الانتهام ثم هناك قنصلية إيرانية قبل أن يتم ضرب أربيل بالصواريخ أن تقدم شكوى إذا كان ذلك صحيحا ماذا تفعل القنصلية هنا وتعيش بأمان إذا كان هناك تواجد إسرائيلي وليس بعيدا عن المكان المستهدف بصواريخ الحرس الثوري الإيراني عانت طهران قبل أيام واستهدفت أربيل بطائرة مسيرة مفخخة أصابت ثلاثة مدنيين بجروح مدعية مرة جديدة أنها قتلت ضابطا في الاستخبارات الإسرائيلية كانت طهران أعلنت في وقت سابق عن وفاته مقتولا لكن الثابت أن مشافي أربيل استقبلت ثلاثة جرحى مدنيين من سكان أربيل ادعاءات طهران دفعت أربيل إلى مطالبتها بزيارة المواقع التي استهدفتها لتقديم أدلة على مزاعمها إلا أن إيران سوفت تلك المطالبة ولم تقدم أي دليل لأربيل فيما قال مراقبون إن هدف الهجمات هو أكبر من ادعاءات طهران كون إدارة إقليم كردستان العراق تمضي بسياساتها الداخلية بما لا تشتهي سفن إيران أحمد الحمداني الحدث أربيل وفي العراق بحث رؤساء مجلس القضاء والوزراء والجمهورية التطورات السياسية الأخيرة بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان وأكد الرؤساء الثلاث على ضرورة دعوة كافة القوى السياسية إلى لم الشمل ووحدة الصف في سبيل معالجة الأزمة السياسية الحالية لضمان وحدة الشارع العراقي ومن جانبه قال الإطار التنسيقي الذي يضم حلفاء إيران إنه يعمل على معالجة الأزمة السياسية من خلال الحوارات مع باقي القوى السياسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية كشف البيت الأبيض عن وجود تحضيرات ومناقشات تشمل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة في الأيام القليلة المقبلة وقال بأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الأمريكي ستشمل سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك أعلنت الأمم المتحدة إزالة كافة العوائق السياسية والأمنية واللوجستية أمام عمليات البدء في نقل النفط من الناقلة صافر الراسية قبل تسواح الحديدة وأنه لم يبقى سوى الموارد إذ أن الأمم المتحدة استطاعت حجدة نحو 60 مليون دولار حتى الآن للمرحلة الطائر الطارئة لإنقاذ الناقلة صافر فيما توجد فجوة قد أرهها 20 مليون دولار وأكد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي إنه عند الحصول على التمويل يحتاجون تسعة أسابيع من بدء العملية لنقل النفط إلى باخرة جديدة فيما استبعد جريسلي البدء في العملية قبل اكتمال التمويل المطلوب دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأطراف الليبية إلى تسوية سلمية للأزمة وردنا على سؤال مراسلة الحدث أكد أن بلاده تسعى لعدم حدوث أي تصعيد عسكري في ليبيا في حال لم يتوصل الليبيون إلى حل من خلال محادثات المسار الدستوري التي تجري في القاهرة إحنا في حد أدنى بنحاول نحافظ عليه بالنسبة لهم إن الأمور ما تتطورش وتتسعد يعني إن ما كنش نقدر نحل المسألة من خلال المسار الدستوري والمحادثات خمسة زائد خمسة وتشجيع الأشقاء في ليبيا يعني هم يتفهموا إن مصلحة ليبيا أكبر كتير من أي مصلحة تانية يبقى على أقل ما يحصلش تصعيد من الأمور تنزلت لمواجهة مسلحة ونرجع للأوضاع التي كانت موجودة في 2019 الحمد لله حتى الآن إحنا مسيطرين على هذا مش مسيطرين يعني لا من خلال بهدنة مع الأشقاء ومع المهتمين بالمنافذة إن ليبيا على الحد الآن لها إنها تبقى فيه هدنة لا يوجد أكتال داخلي لنضغط الحالة بحثت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة عددا من النقاط الشايكة والخلافية التي لم يتم التوافق عليها وتمحور النقاش حول نظام الحكم في الدولة سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وكانت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني وليامس أكدت أن هذه النقاشات التي تستمر حتى 19 من يونيو تعد الفرصة الأخيرة لتحديد المسار الدستوري التمثيل العادل وزيادة المقاعد المخصصة لهم في السلطة التشريعية القادمة وضمان دسترة لغتهم وحماية هويتهم هي أبرز مطالب الأمازيغ بالإضافة إلى التبع والطوارق الأقليات العرقية الليبية المنتشرين في كل ليبيا بداية من الجنوب الشرقي وحتى أقصى الغرب الليبي نكون عندنا تمثيل عادل تمثيل عادل المقاعد وعلى أننا عندنا خصوصية خاصة يجب يكون لها تمثيل باش يكون في البرلمان وفي القبة يكون له دور حقيقي أما بالنسبة لمادة 30 اللي هي التوافق هذه يجب أن تكون بالتوافق اللي تكلمنا عليهم اللي هو اسم الدولة ولغة الدولة وهوية الدولة هذا يجب أن يكونوا بالتوافق هذا الشروط نحن انقصام بعض أعضاء السلطة التشريعية بين مؤيد ومعارض لهذه المطالب هو العقبة الأكبر لتحقيق رغباتهم ممثلين منطقة الشرقية ما كانش عندهم أي مشكلة مع حقوق المكونات الأخرى بالعكس يعني كانوا مساندين لكن لما نجو نحكوا مثلا نحن كمازيغ شركاءنا في المنطقة الغربية دي ما عندهم مشكلة في الموضوع ما أهواء دي ما هم اللي يعترضوا دي ما يشوفوا وكاننا ما نفهمناش شن مشكلتهم الحقيقية لماذا هم يفكروا الأقليات العرقية قاطعت فيما سبق لجنة سياقة الدستور وامتنع بعضهم عن المشاركة في انتخابات البرلمان ولكن هذه الخطوات لم تأتي أكلها بحسب ما يرى البعض المزيغ والتب والطوارق المنتشرون من واحة الكفر شرقا وحتى زوار غربا يأملون أن تتضمن نتائج اجتماع القاهرة قوانين ومواد دستورية تضمن مطالبهم منير الأشهب طرابولوس الحدث جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بشراكة قوية مع الشعب السوداني دعما لتطلعاته نحو الديمقراطية والسلام وقالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية موري في التي اختتمت زيارتها إلى السودان التقت طيفا واسعا من الفاعلين وأنها ضغطت على المكون العسكري لتنفيذ إجراءات بناء الثقة وطلبت من العسكريين التنازل عن السلطة لحكومة مدنية وأنه لن يتم استعناف المساعدات الأمريكية حتى يتم استعادة الانتقال الديمقراطي بعد اجتماع استمر لساعات بين الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل قالت المنظمة النقبية أن الإضراب العام المقرر الخميسة المقبل قائم والاتفاق حول المطالب وفشلت الجلسة التفاوضية بين الحكومة واتحاد الشغل في التوصل لاتفاق وقال الاتحاد لم يتم أي اتفاق إلا بتسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام والمنشآت والدوويين إلى الجولات المقبلة ترجمة نانسي قنقر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء شكراً للمشاهدة